وعلى خلفية الدماء التي سالت في ذيقار أدانت كل من بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي والسفارة واشنطن في بغداد أعمال العنف التي أوقعت عشرات المحتجين بين شهد ومصاب يونامي وفي تغريدة لها على تويتر دعت الحكومة إلى بدل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من جهتها أدانت الولايات المتحدة واستهداف المتظاهرين السلميين مؤكدة أنه لا مكان للعنف غير المبرر في أي ديمقراطية